اوكي القصة صار لها فترة شوية بس لاحظت انه ما احد فهم الناس ايش اللي عم بيصير وما احد اساسا جمع كل الفيديوهات واشرح الموضوع فقلت ليش ما سوي مقطع واشرح للناس بما انه اغلبكم يحب اصدق دائما شرحي وتجيب المخاطر فوق المئة الف مشاهدة صراحة شي خرافي المهم جواني بيسان ايش اللي صاير وشنو عم بيصير طبعا اشرحت بالفيديو اللي قبل ثلاثة شهور تقريبا عن كيف بيسان وجواني فصله فاللي حاب يعرف بداية القصة اروح لهذاك المقطع بس رح اشرح لكم البداية بشكل سريع البداية كانت يوم سافرت بيسان وتركت جواني تقريبا لمدة سنة خلال هذه الفترة كان الوضع غريب شوية جواني كان ينزل مخاطع ويقول انه بيسان مع اي وانحنا حنظل مع بعض وان شاء الله برمضان لحن التقي ونسوي مخاطع من هالكلام ولكن خلال هذه الفترة كانت مشاهدات جواني نزلت بشكل كبير بس كان يجيب اسم بيسان كان يجيب مشاهدات عالية ولكن غير هذا كان مشاهدات جدا نازلة فحسب تحليلاتك كان انه بيسان حست انه هي كانت عم تستغل من جواني رغم ان جواني اساسا كان يساعدها البيسان وينتج له من هالكلام يعني وكمان جواني كان يجيب بنات كثار بهذه الفترة وكمان كانوا ما يجيبهم مشاهدات اصلا يعني فبيسان نزلت هذا المقطع اللي كانت تقصد في جواني هلأ بدي اسألكم اذا اجا خاروف وترجاكي لحتى ترجعي تحكي معه وهو كل يومين عم يتخرفا مع بنت شكل وانتي قلعتيه شو اول شي رح يحكي عنه اكيد شرفي وانقطات العلاقة طبعا خلال هاد الفترة كان في بعض المقاطع اللي هي بيسان كانت تقصد فيها جواني وجواني كان يقصد فيها بيسان ولكن اذا حابنا ان تعرفوها اروحوا على المقطع هذا احطت لكم كم مقطع بوقته المهم ايش اللي صار حاليا تقريبا من مدة اسبوعين نزلت فضيحها الممثل اباحية اتوقع اللي تشبه بيسان المهم فجواني صراحة ممشان شي بس فهو فعلا صراحة اندغيرة على هالبلدة من زمان هو هيك يعني ويطلع بالستوري ويتكلم ويدافع عن بلده وعن اشخاص سوريين فطلع بالانسته ودافع عن بيسان وشوفوا ايشكال كيف كان اخبار كماما في كتير ناس من انبارح اليوم عم بعتولي فيديو فيديو اباحي لممثلة اجنبية عم يحكوا لي انه شوف هاي رفيطاك هاي مدري شو مبارك فين انا قليل شرف ناشر هذا الفيديو ومتهم فيو انه هاي بيسان رغم كل شي بس انا ما برضاها انه واحد قليل شرف متل هذا ما عنده اخلاق ينشر هايك فيديو ويغطي الوشم على البنت الاساسية من شان يظهر للناس انه هاي هي انا من نهايه انا اعمل باصلي ويقول لك اذا كان عندك اصل وكان عندك احترام عيب عليك ان تنشر هذا الشي واي حدا بيصدق هذا الكلب او بنشر الفيديو بيكون كلب مشاهدات مثل حكيته طيب حلو جواني جميل عم يدافع عن بيسان طيب وين المشكلة ورحا انس الشايب اللي تعرفوا وتوقع كلكم ليطلعوا يا بيسان مع هاي الكلام طلعوا بالستوري مع الانستغرام مع بيسان وشوفوا ايش رد على جواني ما ضق يا زلمي ما حدا وحكى عن بيسان وكان يحكى عليها في العاطل صار يطلوا يا مالحال وبين قطل دافع عليها ولك ريح وقم احنا منعرف القصة وقم انا اللي لسان خمسمة ولك لسان بوصل لألمانيا اللي عندك بيسان طالع انت تحكي دافع عن بيسان انا بداه ماله وقم صحصح مال صحصح صحصح لفق عكبوكس خلينا فهمك كم شغلي تمام انا بامكاني اطلع واحكى عن بيسان واحكى عن القصة من 4 ايام بش ليش انا احكى عن الستوري ولا انا باعرف شو بيسان احنا كل العالم بتعرف شو بيسان اسمعيل واحنا وضقين بيسان اسمعيل اوكي طبعا انا هيرجا ايدي الكلام الف مرة فمراح اطلكم ياه كله مهم انتوا بتهمتوا الفكرة انه جادس يقول يعني انه على جواني لش دا تدافع عن بيسان بالمختصر يعني اوكي انا مواقف مع احد او مواقف مع جواني بس صراحة الحركة يعني من انس و بيسان جدا تافهة يعني الحركة انه تطلع وتحكي على الشخص اصلا طالع عم ودي يدافع عنك وتقول ليش يدافع استغفر الله المهم ايش اللي صار بعدها اجواني طلع بث بالانستجرام بهذا البث كان اجواني عم بيهدد بيسان بالفضيحة شوفوا ايش كان كتير راس بطير ليك عم ردوا عم ينغزوك قدر شوية يا جماعة الله يرى لكم والله انا عندي شغل كتير مالي فاضينا بس انا بحبو جدا انذار قدام الناس كله ياتا اذا برجع بسمع اي تلميحة عني والله العظيم اني اطلع اطف فيكم قدام الناس كله ياتا وخلي الناس اللي حبتكم تبزوع عليكم على اعمالكم اللي بتعملوا مشان هيك خليكم محترمين وخليكم بحالكم خليكم عم تلمسوا بعض وتحضموا بعض على الكاميرا وتحزنوا بعض مشان ما خلي الناس تحزن عليكم وانا بحكي لما احكي بحكي مرة واحدة مو اكثر شوفوا الصراحة واضح من كلام جواني انه مو جالس يحكي او يجايس يمزح واضح انه عنده فعلا فضايح ممكن تنهي بيسان يعني المهم الى الان بيسان وانا اسماه رده وعلى جواني وبعد وقع انه هيرده لانه فعلا اذا رده هتكون بداية حرب جدا قوية يعني المهم الى هنا وصل لنهاية المقطع بس حبيت انا اشرح لكم هذه القصة بما انه مثل ما قلت اغلبكم اشرح اتمنى بس طبعا تحطون لايك تشتركوا بالقناة لانه فعلا هذا المقاطع متعبة انه كنت تتجمع وتسوي وانا اساسا صراحة مش كثير احتم بهذه المواضيع بس اعلموتكم يعني الاغلب يطلبها المهم جامعة كافيت زي من قناة مملكة القصص الى اللقاء اشتركوا في القناة